السلام عليكم متابع قناة فضول المعرفة أرجو من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد مصاعد الفضاء هي واحدة من تلك التقنيات التي يستحوذ عليها المهوسون بالخيال العلمي مثلي لقد تخط والخط الفاصل بين الاستحالة الغريبة والإمكانات الهندسية الحقيقية إنها تقنية يمكنها عبور فجوة الخيال العلمي لتوقيع الواقع إذا قمنا بطريقة ما بتحسين التقنيات الحالية أنه نوع من التجارب الفكرية والتحدي الهندسي النابير الذي يمكن أن يدفع تطوير التقنيات المستقبلية الضرورة هي أم الاختراع بعد كل شيء قبل القفز إلى التقنيات التي تحتاج إلى الظهور لتسهيل المصاعد الفضائية دعنا أولا نستكشف ما هي مصعد الفضاء في الواقع المصعد الفضائي هو بالضبط عمود المصعد العملاق الذي يمكننا صعوده للوصول إلى الفضاء والقضاء على اعتمادنا على واقود الصواريخ للوصول إلى المدار ونأمل في هذه العملية خفض تكلفة السفر إلى الفضاء هذا ليس بنائك النموذجي الذي يعتمد على قوة الانضغاط للمادة للبقاء واقفة مبانينا محدودة الارتفاع إلى حد كبير نتيجة لقوة الضغط لمواد البناء لدينا كلما زاد البناء زاد الوزن المتراكم على أساسات المبن يمكننا مواجهة هذا من خلال توسيع قاعدة البناء لتوزيع الوزن على مساحة أكبر ثم تقليص المبنى كلما ارتفع لتقليل النفايات المضافة كلما أضفنا المزيد من الطوابق وأوضح مثالاً على تلك الأهرامات ولكن حتى برج خليفة يستخدم نفس المبدأ كونه أوسع في قاعدته ويضيق تدريجياً إلى ارتفاع يبدو مستحيلاً يمكننا بناء أعلى باستخدام المواد الحالية إذا قمنا بتوسيع القاعدة لكن هذا يصبح اقتصادياً سريعاً حقاً لأن القاعدة سوف تشغل مساحة غير معقولة إذن كيف يمكن لمصعد فضائي أن يحل هذه المشكلة عن طريق موازنة وزن الهيكل بالسحب لأعلى؟ يمكننا القيام بذلك بفضل قوة الطرد المركزي تخيل كرة ربط تتأرجح حول عمود عند سرعة زاوية معينة سيتم تثبيت الخيط بشكل مستقيم وتدريسه على العمود بسبب قوة الطرد المركزي فإن القوة الظاهرة التي تظهر في إطار مرجعي دوار تسحب للخارج المشكلة الآن هي أن بيت القصيد من كرة الحبل هو لف الخيط حول العمود إذا لم يستطع الخيط الدوران حول مركز الدوران فسوف يلتف حول العمود ببساطة نحن نحاول بشكل أساسي إعادة إنشاء هذه الديناميكية ولكن على نطاق فلاكي وللقيام بذلك علينا العمل مع الدوران الطبيعي للأرض لذلك يجب أن يقع هيكلنا على خط الاستواء لنتخيل صوتا جهيرا يقع في وسط المحيط الأطلسي من هنا سنرسم خطا مستقيما في الفضاء في الوقت الحالي هذا مجرد خط لا وجود لهيكل لكن أي هيكل يتم إنشاؤه يجب أن يكون موجودا على طول هذا الخط إذا لم يكن متزامنا مع دوران الأرض فسوف ينحن الهيكل وينكسر أو في نوع من التفاف عالم الرسوم المتحركة حول الأرض مثل مثال كرة الحبل يجب أن تكون مداراتنا دائرية وليست بيضاوية لأن المدار الإهليليجي يتطلب حبل قادر على تغيير طوله باستمرار دون أن ينكسر ويمكننا إيجاد مدار يحقق ذلك ببعض الجبر البسيط للبقاء في مدار دائري ثابت نحتاج إلى قوة الطرد المركزي لدينا لتساوي قوة الجاذبية يتم تحديد قوة الطرد المركزي من خلال هذه المعادلة حيثميس هي كتلة القمر الصناعي أوميدا هي السرعة الزاوية وآر هي المسافة إلى مركز الأرض في حين أن القوة الناتجة عن الجاذبية تحددها هذه المعادلة حيث جي ثابت الجاذبية وإنبي هي كتلة الكوكب وكتلة يلغى القمر الصناعي أثناء قيامنا بمعالجة المعادلات للحصول على قيمة للنصف قطر مدارنا الآن لدينا معادلة بها جميع القيم المعروفة التي يمكننا حلها بإدخال قيم الأرض ونجد قيمة 42168 كيلو مترا هذه هي المسافة من مركز الكوكب إذن سنكون على ارتفاع حوالي 36 ألف كيلو متر فوق سطح الكوكب عند خط الاستواء حسن هذا يعطينا نقطة البداية للبناء سنضع نوعا من الأقمار الصناعية الضخمة بكابل في هذا المدار ونبدأ عملية البناء البناء من الكوكب ليس خيارا نحتاجه للبناء الآن هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور الصعبة إذا قلنا بتمديد الحبل الخاص بنا مباشرة إلى الأرض فسوف نحول مركز كتلتنا ونعطل مدارنا لمواجهة هذا سنحتاج إلى تمديد حبلنا في كل الاتجاهين هذا يحافظ على مركز كتلتنا في مدار ثابت بالنسبة للأرض وبالتالي يحافظ على مدارنا الدائري إذا وضعنا ثقلا موازنا في النهاية البعيدة فلن نضطر إلى الحصول على أطوال متساوية من الحبل على كلا الجانبين لموازنة حملنا ويمكن أن يكون هذا الثقل الموازن منصة مفيدة للعمليات لذلك دعونا نفعل ذلك الآن يحدث شيئا مثير للاهتمام عندما نبدأ في تمديد حبالنا نظرا لأن هذه هي النقطة المحايدة لدينا حيث تتساوى قوة الجاذبية وقوة الجاذبية المركزية فإن أي مدة تمتد نحو الأرض ستواجه قوة جاذبية أكبر بينما تمتد أي مدة بعيدا عن الأرض سيشهد المزيد من قوة الطرد المركزي يؤدي هذا إلى حدوث توتر في الحبل الخاص بنا والذي سيصل إلى أقصى حد له عند النقطة المحايدة إلى المدارة الثابتة بالنسبة للأرض نظرا لأن كل شيء أسفله يسحب باتجاه الأرض وكل شيء فوقه يسحب للخارج باتجاه الفضاء يمكننا حساب الحد الأقصى للتوتر في الكابل باستخدام مقطع عراضي موحد بهذه المعادلة حيث جي هو ثابت الجاذبية وإن كتلة الأرض وأر هو كثافة المدة التي نختارها وأر نصف قطر الأرض وأر جي هو نصف قطر المدار الثابت بالنسبة للأرض يوجد شرحا لكيفية اشتقاق ذلك في هذه الورقة والذي يمكنك العثور عليه من خلال مطابقة الرقم المرجعي الظاهر على الشاشة الآن بقائمة المراجع في الوصف كل هذه الأرقام ثابتة بوروان كثافة المدة التي نختارها إذا اخترنا بناء هذا الكابل من الفولاذ بكثافة 7900 كيلوغرام لكل متر مكعب فإن أقصى إجهاد شدا لدينا سيكون 382 جيجا باسكل أي 240 ضعفا قوة الشد القصوى للصلب بعبارة أخرى لا يمكن للصلب القيام بهذه المهمة هل يمكننا حل هذه المشكلة؟ الصلب هو إحدى أقوى المواد التي لدينا وبالتأكيد ليس لدينا مدة أقوى 240 مرة لكن لدينا مواد أقل كثافة مما يقلل من إجهاد الشد الذي يتعين علينا تحمله علاوة على ذلك لا يجب أن يكون لدينا حبل مقطع عراضي موحد إجهاد الشد لدينا يقترب من الصفر عند نهايته لكن المواد الموجودة في هذه النقاط لها أكبر تأثيرا على إجهادنا حيث تزداد قوة الجاذبية وقوة الطرد المركزي كلما ابتعدنا عن النقطة المحايدة في مدارنا الثابت بالنسبة للأرض لذلك من المنطقي تقليل المواد عند نقاط النهاية وتعظيمها حيث تشتد الحاجة إليها سينتج عن ذلك تصميم محسن يسمى البرج المدبب يقودنا هذا إلى سؤال جديد كيف يمكننا حساب المساحة المطلوبة في أي نقطة على طول الحبل ورقتنا السابقة لديها إجابة مرة أخرى هذه هي المعادلة التي اشتقاها هنا وكذلك مساحة الحبل التي نختارها على سطح الأرض ستعتمد قيمة البداية هذه إلى حد كبير على اعتبارات التصميم التي لا يمكننا معرفتها الآن لكننا سنرغب في تصغيرها لأن هذه هنا دلة أسيه مما يعني أن عرضنا سيزداد أضعافا مضاعفة مع ارتفاعنا من الضروري تقليل هذه القيمة داخل هذه الفئة ولدينا قيمتان فقط يمكننا التحكم فيهما في هذه المعادلة الكثافة التي نريد تقليلها وقيمة الإجهاد التي نصمم من أجلها والتي يتم التبرع بها هنا من قبل تي والتي نريد تعظيمها في العادة لن نستخدم الحد الأقصى من الضغط الذي يمكن أن تتحمله المادة كضغط التصميم الذي يترك هامشا صفريا للخطأ يجب أن نصمم في عامل أمان لكن في الوقت الحالي سأذهب معه وأقول أن هذا الشيء لن يكون آمنا وأنا أصنمه على حفة الكبح لذا نعم ضع ذلك في الاعتبار تذكر أن مخطط اختيار المواد للقوة والكثافة من الفيديو الأخير لدينا دعنا نشير إلى ذلك مرة أخرى لاختيار بضع مواد لتحليل الهيكل بالفولاذ رخيصة الثمن ومفهومة جيدا لذلك دعونا نبدأ من هناك بسديكة عالية للقوة عالية القوة مثل 350 فولاذ مارجينج هذا الفولاذ له قوة شد نهائية يمكن أن تتراوح من 1.1 جيجا بسكل إلى 2.4 بكثافة 1200 كيلو جرام لكل متر مقاعد يقتبس هذا البحث من الفولاذ قوة شد نهائية تبلغ 5 جيجا بسكل وكثافة 7900 كيلو جرام لكل متر مقاعد لا أعرف ما هي الكائنات الفضائية التي حصلوا منها على بياناتهم لكن هذا خارج نطاق الواقع سوف نستخدم الفولاذ ولكن بخصائص مدية أكثر واقعية ثم نختار بعض المواد الموجودة الأفضل لقد اختار الكيفلر بحكمة وهو ألياف عالية للقوة متوفرة على نطاق واسع ويمكننا بسهولة تشكيلها في حبل سنقوم بإلقاء مدتين موجودتين في المزيج وهما من التيتانيوم والذي اكتشفناه في الفيديو الأخير لدينا يتمتع بخصائص قوة محددة ممتازة ومركبات الياف الكربون التي تتمتع بصفات قوة محددة أفضل وسيتم استخدامها اليوم إذا تميت إعادة تصميم سور 71 استخدام هذه الخصائص المدية يمكننا حساب نسبة الأستدقق التي ستكون نسبة مساحة الحبل الموجود أسفل المصعد إلى مساحة الحبل على أوسع نطاق في مدار ثابت بالنسبة إلى الأرض سأفترض مساحة دائرية قطرها خمسة مليمترات عند القاعدة بضرب منطقة المقطع العراضي في الأسفل في نسبة الأستدقق التي نجد أعرض نقطة للكابلات بالنسبة للسلد فإن نسبة الشريط هذه ضخمة جدا لدرجة أن كأبلنا في أوسع نقطة سيكون هذا الرقم أيا كان ذلك؟ كما أرجع عرض الكون المعروف هو 8.8 في 10 أو 26 مترا حتى أن قسمة قطر هذا الكابل على عرض الكون المعروف ينتج هذا الرقم الذي ما زلت لا أستطيع فهمه التي تنيوم أفضل بشكل هامشي ولا يبدو كيفلار وألياف الكربون أفضل بكثير وسيكون قطرها الدائري 80 مترا و 170 مترا على التوالي لا يزال غير ممكن تماما كمية المواد المطلوبة للبناء شيء من هذا القبيل من شأنه أن يفوق أي وفورات في التكاليف يمكن أن نوفرها وهذا مجرد افتراض أن الألياف يمكن أن تتشكل في الشكل دون أن تفقد جزءا كبيرا من أقصى قوة شدا لها وهو افتراض كبير لذلك أعتقد أنه من الأمن أن نقول إنه في الوقت الحالي المصاعد الفضائية ممكنة بمعنى أن في زياء كيفية عملها تستند في الواقع علينا فقط أن نجعل مادة قادرة على جعلها ممكنة خاصة عندما تفكر في أننا نحلل هذا في أقصى قوة شدا وفي الواقع يجب أن نستخدم قيمة أقل أو قوة الخضوع أعلى من تلك القيمة أو ستبدأ المادة في التعنق حيث تنخفض مساحة المقطع العرضي بالفعل مع استطالة المادة نحن لا نفكر حتى في الضغط هنا إحدى التقنيات المستقبلية التي يبثلها الكثير من الناس لاستخدامها في المستقبل في المصاعد الفضائية هي الأنابيب الننوية الكربونية التي لا تبرز قوتها على المخططات مع بعض الدرسات التي تقتبس قيم إجهاد الشد القصوى التي تصل إلى 130 جيجا بسكل وكثافة منخفضة تبلغ 1300 كيلو جرام لكل متر مكعب عند هذه القيمة تكون نسبة الأستدقق 1.6 فقط إذا كان من الممكن تصنيع هذه المود على نطاق واسع فإنها ستحدث ثورة في الحياة على الأرض لكن لا يزال يتعين علينا حل عدد كبير من التحديات الهندسية يعاد القضاء على الاهتزات والموجات التي تنتشر عبر الحبل تحديا كبيرا أن تشغيل المتسلق والتعامل مع الأحوال الجوية المعاكسة للطبقة السفلة من الغلاف الجوي وتفادي الحطام الفضائي في المدار كلها تحديات هائلة قبل البدء في حل المشكلة الأساسية لجميع صناعة الأنابيب الننوية الكربونية سوف نستكشف هذه المشاكل والحلول المحتملة في مقاطع فيديو مستقبلية إن شاء الله شكرا لحسن المتابعة لقاكم في الفيديو القادم شكرا للمشاهدة